السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم جميعا بحلقة مميزة حبيت أعمالها اللي هي حلقة أجمل خمس نقلات شطرنج في التاريخ بهذه الحلقة رايحيني نشوف أجمل خمس نقلات شطرنج في التاريخ من وجهة نظري ومن وجهة نظر الخبراء والعلماء والناس اللي بيفهموا والمقيمين فأنا قلت بعملكون توب 5 أجمل خمس نقلات وأول نقلة عني أهلا اليوم هي نقلة ساموة بـ The Golden Coin ليش طبعا؟ لأنه بعد ما لابت هي النقلة الناس صاروا يجدت مصاري على اللعبة طبعا للعبة اسمه مارشال والجيم هذا بعد هيك تسمي بـ American Beauty طيب فبالوضع اللي عنه ياه النقل الأسود الأبيض هون لعب روك على الـ C5 طالب الوزير والوزير هون راح على مربع مستحيل تتوقعه لو أنت أول مرة بشوفها للوضع الأسود هون لعب نقل أسطوري جدا وقفل الفيديو وحاول أنك تلاقيه النقلة هون هي كوين على الجي ثري بوم اللي بخلنا هي النقلة كثير أسطورية أنه الوزير ممكن يتاخذ بالجندي هادو بالجندي هادو بالوزير ولكن مشكلة أنه مهما أكلت الوزير بأي قطعة من القطاع راح يكون وضعك خسارة ليش؟ لو أنت هون أكلت أج تيكس على الجي ثري في كيش مات بنقلة واحدة نايت إي تو حتكون كيش مات ولو أنت هون أكلت أف تيكس على الجي ثري فكمان مرة نايت إي تو كاش الملك الملك ما عنده غير خانة واحدة اللي هي خانة لأتشون وهي حتكون كيش مات والمشكلة أنه أنا لما إيجي كوين جي ثري ما ما بيجي هيك نقلة استعراضية بيجي طالب كيش مات فأنت ما عندك إيش يتعمله وحتى يعني لو أنت هون جيت كوين إي فايف مثلا ممكن أنه أنا إيجي نايت إي تو تشك لو أكلتني بيجي كوين إي تو مات ولو أنت جيت هون بأكل بالقلع ركع إي تو مات فما طبيعي ولو أنت هون أكلت بالوزير كوين تيكس جي ثري فبعد نايت على الإي تو تشك بين إي اتش ون النقلة الوحيدة ممكن أنه استرجع الوزير التابعي مع تشك لو أكلت هون فممنوع ولو أكلت هون فبأكل القلع تابعتك وحتكون مات إجباري ترجع على الجي ون فكيشك من الإي تو وبهرب القلع تابعتك أي مكان نفسي سي ثري وبيكون عندي أحصان كامل الزيادة فما طبيعي نقلة كوين جي ثري هاي بوم يعني كوين جي ثري بنقلة جدا رهيبة وعند جد تستحق لقب أجمل نقلة شطرنج في التاريخ خلونا ننتقل للنقلة اللي بعده أوكي نيوكلياس روزليمو عام بيلعض اللعب اسمه بول ريسيس مان وبهذا الوضع النقلة للعب الأبيض واضح أنه قطع الأبيض كله يأتي بوجه الملك الأحصان مهاجم والأحصان الثاني مهاجم والقلعة جاي على الهجوم والوزير ضارب على خانة الجي سابن وهون الأبيض لعب نقلة أسطورية جدا وإفل الفيديو وحاول إنك تلاقيها النقلة هون هي كوين على الجي سيكس نقلة أسطورية جدا أنا بهذا الوضع طالب كشمات من الجي سيكس ما إلى حل لو أكلت أنت هون بون تيكس على الجي سيكس فبعد روك على الهج ثري هاي حتكون كشمات وهون لو أنت أكلت بون تيكس على الجي سيكس فبهذا الوضع فينقلة جدا رهيبة بالعب اللي هي نايت تيكس على الجي سيكس اشي باري إنك تاكل بالجلي بهذا الوضع وروك على الهج ثري حتكون كشمات جميلة جدا اللي صار بالقيم إنه اللاعب الأسود لا أمهرب وإجا كوين على السي تو نفكر إنه هيك حملت 7 ووضعه تمام لكن نقلة اللاعب الأبيض كانت صرمه الأبيض هون إجا روك على الهج ثري تارك له الوزير هيك وهيك وهيك لو هون أنت أكلت بالوزير فبعد نايت تيكس على الجي سيكس فون تيكس هي حتكون مات ولو أنت هون أكلت بالجندي فهي حتكون كيش مات فما طبيعي شلون يعني بعدك روك أش ثري الوزير مطلوب بمثل التلاف قطعة والحصان مطلوب وكله مطلوب والوضع جدا زي طبعا لو أنت هون أكلت الحصان فأنا بأكل على الـ F6 أول وبعد نايت G7 روك G3 واضح إنه الوضع حيكون منتهي لو جيت روك G8 في فينات تيكس F7 والجيم انتهى فجميل جدا لأنك أنت تيجي كوين G6 وبعد كوين C2 روك H3 وخص ما كون يسلم نقلة ما طبيعية بصراعة كوين G6 خلونا نتقل للنقلة الثالثة اللي عناها لهذه الحلقة حبيبنا بطل العالم أليكسندر أليخين وركزوا أن نقولت حبيبنا لأنه فضحتوني بعد ما قيمتوا أنه ما نو من أفضل خمسة بعالم شطرنج طبعا هذا رأيي انتوا أحرار يعني وهون عم يلعب بالأبيض ولعب النقلة أسطورية جدا واقف للفيديو وحاول إنك تلاقيها النقلة هون هي كوين على الجي سيكس يعني لاحظوا شلون كلون هيك ما أخذينا الفكرة من مارشيال وعم يطبقوها وهي شي جميل بالشطرنج لأنه ما تكون أنت شاهد فكرة من قبل يعني عندك إها موجودة عندك بالمموري فتقدر تطبقه كوين على الجي سيكس طالب كشمات من الجي سابن لو أنت بهذا الوضع حاولت إنك تاكل F-Tex على الجي سيكس فبعد نايت تيكس على الجي سيكس يجباري إنك تاكل هون وهي حتكون كيش كيش وبعد هيك كيش مات طيب فبهذا الوضع ما بتقدر إنك تاكل بهذا الجندي لو أكلت بهذا الجندي فهي حتكون كيش مات من الـ H3 فبعد نقلت كوين على الجي سيكس استسلم اللاعب الأسود اللي هو كان اسمه سوبيكو طبعا لو جيت هون فهوفيلي يعني You can see that checkmate كوين تيكس at 7 بعد كين تيكس روك H3 حتكون مات فما طبيعي فكرة تكوين جي سيكس هاي كما مرة تكررت معنا نفسه بالوضع الماضي وهون استسلم اللاعب الأسود النقل الرابع اللي عناها هل هي الحلقة هاي المباراة رجبناها على القناة اللي عم يلعب باللاعب الأبيض هو فيسل انتو فالوف واللي عم يلعب بالأسود هو ألكسي شيروف وهي النهاية يمبين عني نهاية متعادلة لأنه صح أنه الأسود عنده أوكي جون ديان زيادة جون دي دي و جون دي اي زيادة لكن الفيالة متعكسين فبهذا الوضع لو انت حاولت انك تيجي بالملك هون مثلا فبعد بيشوب تيكس كينغ هون ممكن انه اللاعب الأبيض يقرب ويمكن يطلع له بتعادل لأنه الفيالة متعكسين ممفروض انه بهذا الوضع بالمالز مفروض اكيش جواني بس ما علينا فلو هون الأبيض حاول انه يكون بطيء ويجي بيشوب وكينغ 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 نفس مثلا بيشوب هون عشان يجي بالملك فالملك بيجي هيك وخلص انت ممنوع تقرب والملك تبعي صار في نص الحرث والوضع هذا تعادل لكن هون ألكسي شيروف لأ نقلة عجيبة جدا هاي نقلة جدا جدا أسطورية وإذا قلت لك شو أسوأ نقلة بهذا الوضع يمكن تقول لي النقلة اللي لعبة شيروف وهي نقلة عظيمة ممكن يعني انت من أول نظرة شوف نقلة هون شو الغباء لكن هي ما غباء هي عبقرية بالفعل النقلة هون هي بيشوب على اله 3 فكرة ثاني نقلة انه انا بدي ايجي بالملك ضغري على اله 5 وعلى اله 4 ما بدي اخلي الفيالة بأي مكان وبيدي انا اشغلك بدي انا اكسب نقلة هون انت ضيعت وقتك بجي تيكس اتش 3 وعد كينغ على اله 5 كينغ على اله 2 ملكي ايجي على اله 4 قبل ملكك لانه انت ضيعت نقلة هذا الوضع انا عندي جنديين واحد منهم حسر وزير بيشوب تيكس على اله 6 دي 4 التهديد حاليا انه انا العب ا3 ا2 ا1 كوين بيشوب على اله 7 عشان امسك هذا الجندي وبعد كينغ دي 3 الملك الاسود دخل احد المربعات المفتاحية بيشوب على اله 5 طالب هذا الجندي كينغ على السي 4 اعطيني الفيل وبدي تدزل جندي 1 اثنين ثلاثة طبعا لو رجعت لورا فانت اصلا اش مالي ترجع لورا لانه لو رجعت وهي الناحية فخلص هالجندي بصر وزير فارجع بيشوب على اله 7 وبعد كينغ على اله 3 نقل تجاه تكون كينغ سي 2 متبوعة بيه دي 3 دي 2 كوين ففكرت بيشوب اتش 3 هاي عن جد انه مانا طبيعية يعني انه من وين لقاها بيشوب اتش 3 هاي وكل النقلات شفناه قبل شوي يعني عن جد عبارة عن نقلات ما طبيعية بصراحة يعني انا يعني خلص يعني لا استطيع وين اصف هذه النقلات يعني عن جد ما طبيعي النقلة الخامسة اللي عنها لهاي الحلقة والنقلة الاخيرة هون الاسود لعب كوين على اله 4 طالب كشمات باله 2 والابيض لعب جي 3 وهون نقل للعب الاسود واقفل الفيديو وحاول انك تلاقي النقلة الخرافية طبعا اللي عمي اللعب الابيض هون هو جيورج روتلي ما انه لعب معروف والعمي اللعب الاسود هو اكيبا روبينيشتاين بعد نقلة جي 3 هون اجت النقلة الساعقة روك تيكس على السي 3 الفكرة انه انا بهذا الوضع اعطيتك القلعة وعطيتك الوزير الهلا الگيم كمل جي تيكس اجفور وحنشوف الگيم لكن لو انت اكلت القلعة بيشوب تيكس سي 3 فحاليا وضحت فكرة روك تيكس سي 3 انه رح ااكل بيشوب تيكس اي فور الملك تبعك ما بيتحرك اجباري انك تاكل بالوزير وعلى هيك كوين اجتو حتكون مات فالفكرة من روك تيكس سي 3 انه انا كان بدي ازيل المدافع عن خانة ال اي فور عشان لما اكل روك تيكس سي 3 اجباري تاكل بالفيل بعد هيك اكل هون وااكل على ال اجتو مات ما هذا الوضع الاسود لاعفوا الابيض ما اكل بيشوب تيكس على السي 3 ولعب جي تيكس على ال اجفور وهون نقلة جدا جدا اسطورية كما مرة روك على اي دي 2 ما اعطيه القلعة ما طبيعي اجد ما طبيعي خلص ما رح حكي ما طبيعي والنقلة رهية بل انه خلص يعني ما قلت مستحيل اوفي نقلات حقه صراحة بهذا الوضع اكل كوين تيكس دي 2 طبعا لو انت اكلت هون كوين تيكس جي فور فبعد بيشوب تيكس على ال اي فور الوضع حالا حيكون منتهي اجباري تغطي بالقلعة بيشوب تيكس اثري كوين تيكس روك تيكس روح يكون معي قلعة كاملة زيادة فالزبد هذا الوضع اكل لعب الابيض كوين تيكس دي 2 وبعد بيشوب تيكس اي فور ما عندك اي يعني اي طريقة تغطي فيها غير كوين جي 2 وعلى كوين جي 2 خيرو ختامة يعني روك اتش 3 فكرة روك اتش 3 انه حاليا انا طالب روك تيكس اتش 2 ما تمائل حل اجباري تاكل القلعة تبعت الفيل تبعي الآن القلعة ما بتتاكل اجباري تاكل الفيل روك تيكس اتش 3 واحد كوين مات فبصراحة الكمبينيشن للاعبة ما طبيعية مستحيل يلعب روك تيكس هون لو ما انه شايف كل هاي تفرعة كاملة وما طبيعي يعني خلص يعني I have nothing to say يعني خلص هلا بعد ما انت شفت هذا الفيديو ما بعرف روح انتحر روح عامل شي تاني بحياتك لانه كل نقلاتك للعبة بحياتك مستحيل تقارن بنقلاته للعظماء يعني ما طبيعي فحكولي رأيكم بالنقلات هاي ان شاء الله تكونوا انبسطوا بهاي الحلقة يعني انا دائما بحاول انو هيك عاملكون شي اوريجنال حقات من خارج الصندوق لانو بتعرفون يعني انا اكتر يوتيوبر كرياتف بالكون كله المهم يا اخوان لايك شير سبسكرايب شكرا لكل المنتسبين وكل الدعمين وكل اللايكات وكل السبسكرايبات اللي عم تعملوها ونشوفكن ان شاء الله بحلقات اخرى سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الى اللقاء جميعا موسيقى